أهلا بكم روابط تاريخية وأخوة أبادية ومصير مشترك لطالما جمع بين مصر والسودان حقائق راسخة تؤكد أهمية وعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين ويعكسها بوضوح حرص مصر على أمن وسلامة واستقرار السودان لتقود القاهرة جهود وساطة لحل أزمتها الرهنة مبادرة مصرية جنوب سودانية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره سيلفا كير وجه خلالها نداء للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان مناشدين الأطراف كافة بالتهدئة وتغليب صوت الحكمة والحوار السلمي وإعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني مؤكدين استعدادهما للقيام بالوساطة بين الأطراف السودانية وأكد الرئيسان على أن ترسيخ الأمن والاستقرار هو الركيزة الضامنة لاستكمال المصاري الانتقالي السياسي وتحقيق البناء والتنمية في السودان مشددين على خطورة الأوضاع الحالية والاشتباكات العسكرية الجارية مؤكدين كامل الدعم للشعب السوداني الشقيق في تطلعاته نحو تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدور المحوري لمصر في قيادة جهود الوساطة إقليميا ودوليا أكده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش في اتصال مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث أكد المسؤول الأممي حرصه على التواصل مع الرئيس السيسي في ظل دور مصر الفاعل في صون الأمن والاستقرار في المنطقة خاصة فيما يتعلق بدعم المصار الانتقالي في السودان داعيا لبدء الحوار من أجل حل الأزمة الراهنة جهود الوساطة تضمنت أيضا دعوة مصرية سعودية لأقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية لمناقشة الوضع في السودان أكدت مصر خلاله التزامها الأصيل بدعم واستقرار السودان ووحدة أراضيه كما شددت على ضرورة عدم استقلال أي طرف خارجي للتطورات الجارية في السودان حرصت مصر على دمج الأطراف الدولية في جهودها الحثيثة من أجل حل الأزمة إذ أطلعت جوزيب بوريل مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على الجهود التي تبذلها منذ بداية اندلاع الأزمة من جانبه أكد بوريل دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في هذه الجهود والحرص على التنصيق معها خلال الفترة القادمة للعمل على إنهاء الأزمة مشاهدين الكرام كان هذا عرضا مجزا لأبرز الجهود التي تبذلها مصر لحل الأزمة في السودان الشقيق نشكر لكم طيب المتابعة